الحق الدستوري والقانوني الذي يكفله القانون الدولي لحكومة بلادي بالدفاع عن شعبها ضد الإرهاب ممثلا بتنظيم داعش وجبهة النصرة وما يرتبط بهما من كيانات وعناصر إرهابية تكفيرية وهابية من بقايا الجاهلية سيد الرئيس لن نسمح كحكومة بأن يتم التحدث عن شيء اسمه شرق حلب وغرب حلب ولن نسمح بتكرار السيناريو المؤلم المحزن القديم الذي كان يتحدث عن بيروت الشرقية وبيروت الغربية هناك حلب واحدة وهناك سوريا واحدة وكل من يتآمر على أي جزء من بلادنا من أراضينا لن يصل إلى بر الأمان معنا الحصار مفروض على كل سوريا ليس فقط على شرق حلب ولا على حلب نفسها هناك حصار جائر مفروض على كل بلادي وقد كررنا ذلك آلاف المرات وسنعيد تكرار ذلك آلاف المرات سواء فهم من فهم أو رفض من يفهم من يفهم من يرفض إن بعض الدول التي تباكت اليوم على مدينة حلب بطريقة مسرحية كما سبق وأن تباكت على بلدات دارية وحي الوعر وغيرهما تجاهلت بشكل متعمد الحقائق التالية أولا ممثل هذه الدول تجاهل المشهد الجيوسياسي في المنطقة والمتمثل في انتهاك أبسط قواعد القانون الدولي من بعض الدول مثل تركيا التي تحلم باستعادة أمجادها العثمانية التي أفلت ولن تعود وتعتدي بشكل متكرر على سيادة سوريا والعراق ومثل السعودية التي تعمل على دعم الإرهاب في المنطقة وكافة أنحاء العالم باسم الدين والدين منها براء كافة أنحاء العالم بما في ذلك من خلال إصدار فتاوى وهابية جهادية تحلل دماء السوريين والعراقيين والليبيين واليمنيين وغيرهم ومثل قيام الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بغزو ليبيا والعراق بغزو ليبيا وتدميرها وكان قد سبق ذلك قيام الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بغزو العراق وتدميره وقتل الملايين من أبنائه ومثل قطر التي تسخر أموال نفطها وغازها لمد الأرهابيين بكافة أنواع الأسلحة الفتاكة ومثل إسرائيل التي تتحالف مع جبهة النصرة في منطقة الجولان السوري المحتل كل ذلك لم يثير حفيظة لا السيد أوبراين ولا السيد فيلتمان ولا السيد هينري لاتسوس ولا الأمين العام هذه الأمور كلها هذه التجاوزات للقانون الدولي لم تثير حفيظة أحد أبدا أمور عادية بيزنس ثانيا تجاهل ممثلو الدول الذين خرجوا من القاعة للتو هربا من مسؤولياتهم تجاهل السبب الرئيس لتدهور الأوضاع في سوريا عموماً وفي حلب على وجه التخصيص بهذا الشكل المؤلم وكيف تم تحويل مدينة حلب من عاصمة سوريا الاقتصادية التي يتمتع سكانها بمستوى معيشة لائق وبكافة الخدمات إلى مدينة تعاني ويعاني سكانها أمنياً وصحياً وتعليمياً ومعيشياً فالمسؤول عما حدث في هذه المدينة الشهيدة هو ممارسات الجماعات الأرهابية المسلحة والمقاتلين الأرهابيين الأجانب الذين تم استقدامهم من جميع أنحاء العالم من نيوزيلندا إلى كندا إلى سوريا عبر الأراضي التركية بتسهيل من نظام أردوغان وبتمويل من النظامين القطري والسعودي أما حكومات الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ودول أخرى فقد تكفلت بمهمة تزويدهم بكافة أنواع الأسلحة الفتاكة هذه صور من الأسلحة الجديدة التي أرسلت للمعارضة المعتدلة في شرق حلب صواريخ أمريكية الصنع تم تزويدها بالمعارضة المعتدلة في شرق حلب لقصف غرب حلب وهؤلاء الأرهابيون المعتدلون المعدلون وراثياً يحضرون بطارية صواريخ لإطلاقها على غرب حلب هذه إحدى الصواريخ التي سقطت في كنيسة في شرق حلب في غرب حلب آلاف الصور لدينا لمن يحب أن يستزيد ثالثاً تجاهل مندوبو الدول الذين خرجوا من القاعة تملصاً وتهرباً من مسؤولياتهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين تجاهل حقيقة أن الإرهابيين المتواجدين في شرق حلب يستخدمون المدنيين كدروع بشرية على غرار ما يقوم به إرهابي داعش بحق سكان الموصل الأبرياء في العراق ويستمر هؤلاء الإرهابيون نفس الإرهابيين الموجودين في الموصل موجودين في شرق حلب يستمر هؤلاء الإرهابيون بإمطار أحياء حلب الغربية يومياً بعشرات القذائف التي راح ضحيتها آلاف الشهداء والمصابين في ظل صمت دولي مريب خاصة من قبل هذه الدول التي خرجت من القاعة وإنه لمن المستهجن أن تستمر هذه الدول بتسميتها أولاء الإرهابيين بالمعارضة المسلحة المعتدلة في استفزاز صارخ لأحكام القانون الدولي رابعاً تجاهل ممثلو الدول الذين خرجوا من القاعة تهرباً من متحمل مسؤولياتهم في حظ السلم والأمن الدوليين تجاهلوا سبب عدم صمود الاتفاق الروسي الأمريكي في حلب المؤرخ في 9 إيلو سبتمبر حيث التزمت حكومة الجمهورية العربية السورية بوقف الأعمال العدائية وهو الأمر الذي استغلته الجماعات الأرهابية المسلحة حينها لتجميع عناصرها واستقدام المقاتلين واستجلاب العتاد العسكري من الدول التي تذرف الدموع السخية على معاناة أهلنا في حلب وذلك لمواجهة الحكومة السورية وغضت هذه الدول الترف عن حقيقة أن الجماعات الأرهابية المسلحة هي المسؤولة عن تقويض هذا الاتفاق وانتهاكه برفضها له أساسا 27 فصيل أرهابي أعلن مباشرة عند توقيع الاتفاق الروسي الأمريكي أنهم لن يحترموا هذا الاتفاق 27 فصيل لم يصل هذا الأمر إلى مسامع السيد أبراين وباستهدافها لقافلة المساعدات الإنسانية في أورم الكبرى كما تجاهلت هذه الدول أن السبب الرئيس لانهيار الاتفاق الروسي الأمريكي هو عدم وفاء الجانب الأمريكي بالتزاماته الخاصة بفصل ما يسمى المعارضة المعتدلة عن التنظيمات الأرهابية وقيامه باستهداف موقع للجيش السوري في مدينة ديرزور بتاريخ 17 أيلول وهو الأمر الذي سمح لإرهابي داعش بإحكام السيطرة على 300 ألف مدني في ديرزور خامسا تجاهل ممثلو الدول الذين خرجوا من القاعة في تملص وتهرب من مسؤولياتهم في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين تجاهلوا الاتفاق الذي جاء في إطار التنسيق السوري الروسي المتمثل في إعلان وقف للأعمال القتالية في شرق حلب من جانب واحد لأغراض إنسانية من جانب واحد لأغراض إنسانية بما في ذلك إخلاء الجرح والمرضى والعجزة من أحياء شرق حلب وتسهيل وصول فريق من منظمات الأمم المتحدة العاملة في دمشق برئاسة المنسق المقيم للأمم المتحدة ومن اللجنة الدولية للصريب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري لمتابعة عملية الإجلاء وتخصيص ست معابر لخروج المدنيين ومعبرين اثنين لخروج المسلحين الذين دعتهم لتسوية أوضاعهم لتشميلهم بالعفو أو مغادرة المدينة إلا أن الجماعات الإرهابية التي تتخذ من الأهالي دروعاً بشرية عملت على تقويض هذه العملية إذن تم فتح ثمانية معابر ستة لإخراج المدنيين واثنان لإخراج المسلحين وليس كما قالت المندوب الأمريكي والمندوب البريطاني سادساً تجاهل مندوب الدول الذين خرجوا من القاعة تهرباً من تحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين تجاهل تحديد المسؤولين عن معاناة أهالي حلب من نقص للمياه والأدوية والأغذية والكهرباء وتحديداً قطع الإرهابيين المياه عن المدينة بحكم وجود محطة الضخ تحت سيطرتهم لينتبه الجميع إلى هذه الحيثية محطة الضخ للمياه في مدينة حلب موجودة تحت سيطرة الإرهابيين هم الذين قطعوا المياه عن مدينة حلب علاوة على قيامهم بسرقة المواد الغذائية والأدوية المخصصة لمدني حلب ناهيك عن مسؤولية الإرهابيين وغارات ما يسمى بالتحالف الدولي عن تدمير محطة سليمان الحلبي وغيرها من محطات توليد الكهرباء ومحطات تنقية المياه إذن الأرهابيين والتحالف الدولي هم الذين يمنعون الماء والكهرباء عن سكان حلب سيد الرئيس ترفض حكومة بلاد النهج الانتقاء لهذه الدول بالحديث عن الأوضاع في شرق حلب ومناطق معينة دون غيرها في سوريا فسوريا كلها بما فيها حلب بشرقها وغربها شمالها وجنوبها تعاني من إرهاب وهابي مدعوم من أنظمة حكومات دول معروفة وفي مقدمتها الولايات السعودية وتركيا وقطر وإسرائيل ومن اعتداءات حلفاء هذه الدول فيما يسمى التحالف الدولي ومن التدابير الأمريكية الأوروبية الاقتصادية القسرية أحادية الجانب وتكرر حكومة بلاده مجددا موقفها الثابت والمتمثل بأن حل الأزمة في سوريا هو حل سياسي أساسه حوار سوري سوري وبقيادة سورية ودون تدخل خارجي ودون شروط مسبقة أمريكية أو بريطانية أو فرنسية أو غيرها وتؤكد حكومة بلادي بأن المسار السياسي يسير بالتوازه مع مسار مكافحة الإرهاب الذي سيبقى مستمرا ولن يتوقف حتى القضاء على كافة الجماعات الإرهابية المسلحة الناشطة والمنتشرة في سوريا وفي هذا السياق تعيد حكومة بلادي التأكيد على أهمية قيام المبعوث الخاص للأمين العام بمهامه سيد الرئيس كيف يمكن للبعض في هذه القاعة من الدول الرعية للإرهاب كيف يمكن لهم أن يدعوا أنهم يحاربون الإرهاب وهم ينشرون كلب بغاء أخباراً مضللة وكاذبة بشأن العمليات العسكرية الجارية في سوريا من قبل الجيش السوري والحليف الروسي كيف يمكن لهم أن يكافحوا الإرهاب وهم يعتمدون على الإرهابيين كمصادر لهذه المعلومات إذن هناك علاقة ما تربط هذه الحكومات بالأرهاب ختاماً سيد الرئيس إن معركة تحرير الموصل وكل أراضي العراق الشقيق من رجس الأرهاب هي معركة الحكومة السورية وجيشها ومن حق الحكومة العراقية المطلق تحرير مدينة الموصل من رجس الأرهاب كما هو من حق الحكومة السورية المطلق تحرير مدينة حلب من نفس الأرهاب العراق وسوريا يحاربان نفس الأرهاب في الموصل وفي حلب إن أوجها الشبه كثيرة بين العمليتين العسكريتين الجاريتين في كل من الموصل وحلب فلماذا يتم دعم العملية العسكرية الجارية في العراق وانتقاد وعرقلة العملية العسكرية الجارية في سوريا ولماذا يتم فتح معابر إنسانية لإخراج إرهابي داعش من الموصل باتجاه مدينة الرقة السورية ولماذا لا يتم قصف تلك الأرتال المغادرة من الموصل إلى الرقة لماذا لا يتم قصفهم جواً من قبل طائرات ما يسمى بالتحالف ولماذا يتم رفض الاقتراح الروسي السوري لفتح نفس المعابر لنفس الإرهابيين كي يخرجوا من شرق حلاب وكأن حال لسان الدول الداعمة لهذه المجموعات الإرهابية يقول أن الإرهابيين في سوريا هم من جنس الملائكة بينما نفس الإرهابيين في أماكن أخرى هم من جنس الشياطين كنت أحب أن أسأل من دوبة الولايات المتحدة الأمريكية لماذا لم تفتح حكومة بلادها ممراً إنسانياً لإرهابي فلوريدا للإرهابي الذي ضرب الملح الليلي في فلوريدا ولماذا لم يتم تزويد هذا الإرهابي بالغذاء والدواء كي يستمر في إرهابه لدواع إنسانية يعرفها السيد أوبراين ولماذا لم تقم الحكومة الفرنسية بتزويد الإرهابيين الذين هاجموا مسرح باتاكلون في باريس بالمواد الغذائية والإنسانية وفتح معبر لهم كي يخرجوا من باريس لدواعي إنسانية أيضاً يعرفها السيد أوبراين ونفس الشيء بريطانيا ونفس الشيء في أماكن أخرى كفى هذا النفاق أيها السادة كفى هذا النفاق شعب بلاده هو الذي يدفع الثمن وهذه المسرحية يجب أن تنتهي هذه المسرحية يجب أن تنتهي ويرتقي الجميع أعضاء المجلس إلى تحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين لا تصفية الحسابات بين بعضهم البعض على حساب شعبنا في سوريا شكراً سيد الرئيس أشكر ممثل الجمهور العربية السورية على بيانه أعطي الكلمة للسيد ستيفن أوبراين ليجيب عن الأسئلة المختلفة المطروحة شكراً سيد الرئيس وشكراً على فرصة الحديث مرة أخرى كعامل في الخدمة المدنية الدولية بحياد لا أسحب أو أغير رأيي في أي جزء مما قلت سابقاً وفي حقائقه وأؤكد لكم أن أنا وفريقي والأم المتحدة باهتمام بالغ وجدية ومهنية بالغة صغنا هذا البيان سيد الرئيس أنا مضطر لأن أؤكد على الحقيقة القديمة لا تطلق النار على الرسول وإنما أحث هذا المجلس لأن يرتقي إلى ويتضامن مع الشعب السوري وأن يرتقي إلى المستوى وينتهز الفرصة التي وصفتها باتخاذ التدبير الممكن لإيقاف العنف الآن والإيقاف الحرب الآن الأمم المتحدة تواصل عملها بلا هوادة ومستعدة للعمل مع كافة الأطراف لتوصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين والوصول إلى المحتاجين ودورنا له خصوصية خاصة وسنعمل كأمم المتحدة واحدة بما في ذلك في الدعم الذي نقدمه للسيد ستيفان ديمستورا وما يقوم به من جهود وأن أنهي حديثي بتحية الشجعان البواسل العاملين في المجال الإنساني في سوريا الذين يعملون بجهد بالغ من أجل الشعب السوري الذي يحتاج إلى دعم ليبقى على قيد الحياة وإلى حماية وشكرا أشكرك سيدة أوبراين وكرئيس لمجلس الأمن أظن أنه بوسعي أن أعرب عن تأكيد بأن العاملين الإنسانيين في سوريا سيواصلون عملهم الصعب في سوريا ولكن بصفتي الوطنية علي أن أشير إلى أنه في ردك يتضح أن المعلومات أن القوات السورية أو الروسية قد قصفت الحلب في الأيام فما من إثبات لديك وما من إثبات لديك بخطر أو تهديد باستخدام الأسلحة الكيميائية ونص على هذا من أجل السجل وأظن أن بعد هذا النقاش ما من داعي للدخول في المشاورات غير رسمية لأننا عقدنا جلسة علنية ومشاورات في نفس الاجتماع وإذا لم يعترض أحد فإذن رفعت الجلسة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر